ذكريات مهمة في التاريخ الإيراني يوم الخميس في ليلة الأول من فبراير في عام تسعة وسبعين تعيدنا الذاكرة على غير المعتاد لم تولي الصحف الإيرانية ذكرى وصول الخميني إلى طهران أهمية كبرى بل اكتفى بعضها بنشر صورة لخامنئي وهو بجوار قبر الخميني وفقط صحيفة ستار شبح اكتفت باقتباس بعض أقوال الخميني لدى وصوله من باريس والوعود البراقة التي قطعها للشعب حيث قال أنذاك إن البرلمان والحكومة التي لا تلبي رغبة المواطنين وتطلعاتهم لم تعود شرعية والحقيقة أنه بتطبيق مقولة الخميني على الوضع الحالي للنظام يكون نظاما غير شرعي من تصرحاتي التي اقتبستها ستار صبح أيضا أن الشعب قد انتفض وأريقت دماء شبابه من أجل الحصول على الحرية وأن كبار السن ومن تجاوزت أعمارهم المائة عام لا يستطعون أن يحددوا مصير الأجيال القادمة وهذا أيضا ليس ببعيد عن ما يحدث اليوم أما صحيفة كيهان المقربة من المرشد فقد اعترفت بشكل ضبني بمرض النظام الإيراني ونشرت صورا لزيارة خامنئي لقبر الخميني كما هاجمت البرلمان الإصلاحي أيضا هاجم مسعود بزدكان متهمة إياه بتأجيج الوضع في إيران كما تطرقت صحيفة توسعة إيران في تقرير لها إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة في إيران والتي من المقرر أن تعقد بعد عام تقريبا مشيرة إلى أن الشعب سيقاطعها خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد فمقتل محصى أميني والقطع الواسع للإنترنت والإعدامات والأحكام القضائية المشددة والفوضى في الأسواق العزلة الدولية التي تعيشها إيران كل ذلك جعل الآمال في مشاركة شعبية تذهب سدى بل ستتسع المقاطعة الشعبية لهذه الانتخابات القادمة وتتراجع المشاركة بشكل كبير وفقا لهذه الصحيفة كما انتقدت الصحيفة مساعي بعض المسؤولين ونواب البرلمان الحاليين حيث يدأبون في العمل من أجل ضمان مقاعد لهم في البرلمان القادم في الوقت الذي يعاني منه المواطنون من الفقر ومن الحرمان نقلت صحيفة هاميهان كلام الخبير الاقتصادي مرتضى أفقا الذي توقع أن يتخطى التضخم في العام القادم حاجز 50% اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة